في هذا الفيديو سنرى الهدران الذي قالها الدكتور جمال معتوق على الزيادة التي تزادت في البوطة والدعم التي تحيد مشحال من واحد تفرجوا في الفيديو وفتال النهاية مني كنجيو دباة نتكلموا على الزيادة واش دباة دباة هدا وقت زيادة انا ما تنفهمش كيف اشهد الحكومة تختار دائم من الوقت الغير مناسب لاخذ قرارات التعليم بدين السنة الموسم الدراسي بثلت شهور دين الاضرب او اكثر وحتال من بعد وعد القاوة الحل وصفي دازت الامور يعني تلت شهور ضعنا في التعليم في التعليم اللي احنا شحال المرتبة دينا مية ومية وخمسين تنظن على مية وتعود وتسعين يعني في الاخير ديل التعليم شنو نقص هاد الحكم واش نقص هالجرأة واش نقص هالحينكة واش نقص هالرؤية واش كي نحاول في الرؤية اشنو المشكلة شنو المشكل عندها باش ما تلقاش الحل في اقرب وقت لانها جرس الخطر كي يضق واش الناس عطيناهم الدعم او حينا لهم الدعم ارى من يعطينا الدعم عطينا احساس بالطمأنينة قال الله خمسمية الدرام غادي ندر بها وندر بها وندر بها وعطينا له تشهرين كالشهور حينا هالو واش هو فشهرين كالشهور ووه اخذ الدعم وغادي تزاد عليه شي حاجة شديدة في حياته ارى ما يمكنش ايضا قلو لنا الصراحة قلو لنا شنو كين في الدعم الجماعي المباشر على شنو السبب الحقيقي حل بحل حالة بحالة الخضراء رجعتك تهبط وطلع بدون اجراء هذي الحكومة رجعتك تهبط باسباب خارجية من يجي دول تغلق الحدود ديالها الخضر ديالنا الخضر ديالنا تتضفق في المغرب وكيهب التامن مني كتجي الدول اخرى عطينا كتفتح حدود ديالها وتقولهم يلا ستوردو كم دوعة تلك اجلو وصفتو الخضر ودقى السوق ديالنا المغربية ما فيه تاشي حاجة ايو واشناش يادك ايو واشناش يادك حيات البلغ الصحفي الاسم العنوان دياله اصلاح منظومة دعم اسعار غاز البوطن بشكل جزئي اذن المفروض يقولوا لقد تم اتخاذ القرار الاتي في اطار دعم مشروع او برنامج تعميم الحماية الجماعية والدم الجماعي المباشر هاد القرار هو كده وكده وكده لكن انك يجيوا في 15 استر هما تكتلون على متضامون تدعم المباشر والسجل الاجتماعي وتعميل الحماية الاجتماعية الاخره فهدا هدف حداته يعني في الظاهر تقول بانك انشي حاجة ماشي يادك فتنحاول قرار اليوم تقولوا بانه هاد الشرع يبدأ يوم عشرين مايي او الحماية اليوم او الوديون او زيادة اليوم 22 مايو او بستاذ ريال سوف نزيده في البطة الصغيرة و سوف نزيده 10 دلهم 200 ريال سوف نزيدها في البطة الكبيرة مزيان دابان اللي تي بلي تنشوف سمعت نهار تقديم دي الحصيلة دي الحكومة بقيت نشوف الشعار اللي كان تقدموا به الحزاب بأيام الحملة الانتخابية و تتكلموا على حزم الحزاب دي الأغلبيات يتكلموا لأن المغاربة يستهلوا كتر و يستغلوا حسن إذن استبشرنا خيرا و قلنا استهلوا حسن و استهلوا خير ما معنى هذا سوف نحافظوا على الحقوق المكتسبة دينا و سوف يتزادنا كتر إذن الحقوق المكتسبة شنوية كانت الرامد كي يستفدون منها 11 مليون شخص 11 مليون شخص كانت يمكن لهم يمشيوا المشفى و تتلقوا العلاجات بالمجان و تحليلات بالمجان و الأدوية بالمجان هذا المفروض نظريا بغض نظر عن انتقادات اللي كانت هذه بطاقات الرامد تهيا كانت عندها نقاط ضعف وهذا عادي لكن على الأقل كانت 11 مليون اللي كانت تستفد دابا اليوم هذا 11 تقلصات 3 مليون أو 4 مليون وش دابا هنا هدف أحسن؟ هدف أكثر؟ هدف أفضل؟ كنا 11 مليون؟ 3 أول 4 مليون اللي كي يستفدوا من أمو التدامن وش ما كانش الأجدر أنه قبل يعني الحكومة كتبلي كتدير واحد المشاريع كتنزل واحد المشاريع ولكن بلا ما تنقي بلا ما توجد بلا ما توجد الأرض يتنقي شنو كي المكتسبة نحافظوا عليها دابا رجعنا اللور ما بقناش نستحق أكثر ونستحق أفضل وأحسن بلا رجعناه حسنين ونستحق أفضل ونستحق أفضل ونستحق أفضل حقوق المكتسبة مثلا كنت سأضروعا للتحميل الحمي وحماية الشماعية ألم يكن يعني الأحراك نستحق أفضلنا بالأساس اللي كي يشتغلوا كي يشتغلوا خدامي عندهم خدمة وما مصرحينش بهم هم اللي ما بداو بهم بعدها قولوا لي خدامي كلهم أردت سرح بهم وعاد نتقلوا إلى التعميل المشروعي تعميل الحميال الشماعية ودخلوا الناس اللي ما مصرحيش بهم عد بالفئات ديالهم كل واحد الفئة ديالهم لكن احنا دخلنا على هذا الشي هاكاك إذ لحد الآن الناس كانوا في النظام قبل تعميم الحماية الشمائية غير مصرح بهم في صندوق الموطني الدمجم ولا زالوا إلى يومنا هذا لا يصرحوا بهم بهم أو ما تشتغلوا وخصوا بالذكر الأمن الخاص النسيج البناء المنظفات والمنظفين و شكون أخر مطاعم والمقايم هذو بزاف مازالي لحد الآن ما تستفدوش من لذين نجيو الزيادة الزيادة ديال الغاز واش بل اليوم في إطار دائم المحافظة على المكتسبات كانوا واحد الناس عندهم أمراض خطيرة جداً كيستفدو من الراميد وكانوا فرحانين ذاك الراميد وخاهم اللي يهديهم وخاكت عندهم الراميد كانوا كين نقروا دابا ما بقاش عندهم لا راميد لأم متضامن وكانوا فرحاناً كيستفدو من الراميد وكانوا فرحانين لأمراض خطيرة جداً من ضمنهم يعني المرض اللي هو قاتل اللي هو مرض السرطان هذو الناس اليوم مبقاش عندهم الراميد وكانوا فرحانين لتعطالهم بعض الأشهر استفدوهم أمراض ومن بعد قارسهم محروم من أم متضامن قالوا خطيرهم تخلصوا وكانوا فرحانين اللي كانوا في الراميد ومباشرة قالوا خطيرهم تخلصوا وهم ما عندهم شفش يخلصوا إذن هذو جوج دي الفئات اللي بدأوا كيستفدو من أم متضامن يعني من الأشخاص الغير قادين على الأداء واحد ساعة يعني دازوا من الراميد ودازوا من أم متضامن وكانوا كيستمروا كيستفدو من استمرارية في العلاجات ديالهم بالمجان لكن واحد الوقت من بعد شهرين إلى ثلاث شهور إلى أربع شهور قالوا لهم خطيرهم تخلصوا إذن نوقف لهم تأمين ولكن السرطان موقفش مرض السرطان اللي فيهم موقفش الأمراض المزمنة الأخرى موقفش أو كانوا كيستفدو من الراميد ومن بعد قارسهم خطيرهم يخلصوا وطبعا هما ما عندهم مش يخلصوا هوا مرض السرطان مازال زايد ولكن ما كيستفدوش إذن نقولوا علش ما فكرنا لهمش باش نحافظو لهم على حقوقهم المكتسابة محتاجي لعلاج دابة هذا شيء مستعجل وهذا يجد لي أنا كحكومة أنا ما نسمحش فيكم أنا قام بتبعكم تماس حالوا أمراض مزمنة نحصيهم ما حال بهم مئة ألف مئتين ألف مليون ما كاملاش ما حال بهم ونخرج أنا ناطق باسم ناطق رسمي باسم حكومة ونقول انتم الناس اللي عندكم أمراض مزمنة وتفاجأتوا اليوم لقيتوا وراتكم إنكم تخلصوا او ما بقيتوش في الرامد او متضامون شهرين ثلاث شهرين ثلاث شهر من بعد ما بقيتوش عندكم هذا أمر نحن ما نسيناكم نحن مدي لكم يدينا وحاضينكم ها العلاج دي لكم يغاد يكون وها المستهرد لكم يغاد تكون ستنائية لان انتم ما ممعكم ش اللعب انتم ما تخصنا من قدوركم حياتكم وصحتكم حتى توقفوا لرجلكم وتديروا لابس حادي نجينا نتحدث واجبون قد تكون لكم تخلصوا وليس لكم تخلصوا وليس نجينا نتخلصوا لأجينا نتحدث واجبا وقت زيادة انا متنفهمش كيف اشتر الحكومة تخطر دائما الوقت الغير مناسب لأخذي قرارات يعني نرجع التعليم بدين السنة الموسم الدراسي بتلت شهور دي للإضرب أو أكثر وحتى المنباد وعاد القول الحل وصافي دازت الأمور يعني تلت شهور ضعنا في التعليم في التعليم اللي إحنا شحال المرتبة دينا 154 تنظن على 109 تنظن على التعليم في الآخر دي للتعليم يوتينا هادشي هذا يوتينا تلت شهور دي للتوقف عن العمل وحل ما تلقى احتسالينا تسالوا تلت شهور عيام النجم الإضربات وادقنا لها تلت شهور ما تحسبوش عليهم اليوم الأطباء الطلبة الأطباء تيقرأوا طلبة في الطب تيقرأوا تهوما عاطنهم بالدر وشهد الحكومة عندها كم حاجة قضيناها بتركيا هذا وشعار دي لها تلت شهور وحنا غادين فربعة شهور ما تيقرأوش وشنو الحل عاوتيني تتلم دابت تلت شهور وحد أخرى ولا شهر ولا خمستاش اليوم عادل قوة وهات تلت شهور اللي دات تتبلق قرأة شنو غادين ديروا فيها اذن شنو ناقصها هاد الحكم واش ناقصها الجرأة واش ناقصها الحينكة واش ناقصها الرؤية واش كي نحاول في الرؤية اشنو المشكلة عندها باش ما نتلقاش الحل في أقرب وقت لاننا جرس الخطر كي يضق لكن هادو ما ناخدوش فيهم قرارات ونجيو الزيادة ونزيدو عشرة دراهم على ما غنزيد عشرة دراهم على كل شي غادي سقول لك حكومة لا انا را درت دعم الاجتماعي المباشر على جدرت دعم الاجتماعي المباشر باش الانسان يقدر يستحمدك العشرة دراهم اللي غادي نزيد في البوطة اياه والناس اللي ماخدوش هاد دعم اللي بقات الوضعية ديالهم هاكاك بل اكثر من هذا مطالبون بأداء الشراكات ديالهم اللي يستفيدوا من التأمين الشامل وغادي نزيدوهم من الفوق عشرة ديال الدراهم زيدا لهم في البوطة ما عندهمش الدعم الاجتماعي المباشر وما عندهمش او متضامن وزيد عشرة دراهم وفوق عشرة دراهم على خمستاش اليوم ولا عشرين يوم قبل العيد الكبير العيد الأضحى لعرفين المغربي شحال عزيز عليه هاد العيد وشحال كيف فكر له باش يشري هاد الكبش ديال والحاولي ديال نزيد له أنا عشرة ديال الدراهم للا زينة زينة وزادها نور الحمام ولا لما قد كلفيل زيد كلفيلها هادية ادوات الضرف اللي كان خستاني زيده في عشرة ديال الدراهم نستحقه اكتر نستحقه اكتر كيف بالوصول الى تلتاش في المية تلتاش في المية ديال البطالة هذا هو ما نستحق عمر هاد الرقم هاد ما عمرنا وصلنا له عمرنا ما وصله هاد الرقم هاد نوصله لفقدان مية وواحد وثمانين الف شخص اللي فقد الشغل دياله شنو عندنا شي كورونا جديدة شي جائحة جديدة عندنا ها دول عدد اللي فقدوا الأشغال الشغل ديالهم بسبب كورونا كوفيد 19 ودبع لاش فقدنا الشغل ها في حين انه الحكومة في برنامجها او الحزاب الأغلبية كان عندهم برنامج انهم يخلقوا مليون فرصة شغل ها ما عرفوش فرصة شغل ولا منصب شغل حيث إذا كانت فرصة شغل أرى أوراج داخلة حيث هي فرصة حيث فرصة تعتار الإنسان ليس بالقرة ولا دائمة ولا المستقرة فرصة يمكن لو يشتغل شهرين تلت شهور ربع شهور والله هنك وكان عنده الرامد ومن يخدم ذلك تلت شهور قالوا له ما يمكنك تستفد من متدامن حيث انت مصرح بك يا وديرني خدمت تلت شهور ما بقى عندي التاشي على أخدم لا تشي حاجة راني والو ما بقاش عندي ارتباع ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات بـ 15% 15% يا عبالله خلقنا شركات خلقو شركات اي نعم لكن 15% شركة اللي هي موجودة افلست اعلنت افلسها والفقر المعدل الفقر اللي كنا فيه 1.2 في 2022 قفز الى 6 فاصلة 6 طبعا الارقام انا ماشي انا ما تنجيت فيهم اتشيرا من دو بيسامي يلي تخطيط من دو بيسامي يلي تخطيط جابت هاد الارقام هدي وكنت تضرو حكومة تخرج تفند هاد الكلام وازقل هاد احسائيات لي جبتي هاد احسائيات غير معقولة بالعكس حنا حققنا را يفوق انتظارات اذا فين نستحق اكتر نستحق اكتر من الناس اللي كي عيطوا لنا يوميا عندهم مشاكل للدعم الناس مرضو مرض تميتو الدعم المباشر مرض تميتو المؤشر كان عندهم سكار كان عندهم مرض سرطان كان عندهم مرض 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 المرض مرض الناس المشارع فيها تحدي كبير المشارع ليست بالبسيطة لاست بالسهلة وليست بالمشارع التي توجه في tahun أو سنتين مشاير مهمة وطاريخية وسيشهد الطاريخ لهذه الحكومة إن هي نجحت في تنزيل هذه المشاريع يعني نحاول نشوفوا ما هو إيجابي درته الحكومة نحن نشارعوا في المودة الكبيرة نلقوا في علامة تغيير مهم في البنية التحتية نلقوا إنجازات هائلة هائلة من نسبة البنية التحتية طريق السيارة تحدية كبيرة طريق الحمد لله من أقدروا أنت قد يحتل الدخلة جميلة جدا لتحت علينا بالزبط الفلوس وغس تكون إرادة باش نفدوا مشاريع بحلالكة ثم كهي المطارات ثم كهي الميناء ميناء ديال الطنجة المتوسط في تحدي مع المشاريع الكبرى اللي كينين في العالم الأكبر الميناءات اللي كينين في العالم الميناء المتوسطي يتحدى هاد هاد مشاريع هاد مشاريع الدولية هادشي كلو تفرح مينغان شوفوا MID director داس مهمة جداً اللي بدأت طبعاً قبل ودبرهم كي يعني كينفذوها ولكن مي كنشوف هذه المشاريع الكبيرة غي كننتظروا عشنوية تبعات الإيجابية الأثار الإيجابية على المواطن ما زال موصلش لمواطن فليهذا تخص المواطن خص الحكومة اليوم غي على الأقل تخمل تقول وش هتنزيل أنا غادي الطريق الصلاب صواب هتنزيل دي تعمل حماية شماعية واش كينشي ما نصلح واش كي شي ما نصحح واش ناس عطيناهم الدعم وعطيناهم الدعم رمني عطينا الدعم عطينا احساس بالطمأنينة قال الله خمسمية درم غادي ندير بها وندير بها وندير بها وعطينا هالو تشهرين تلشره حينا هالو وش هو في شهرين تلشره هوه اخده الدعم وغادي تزاد عليه شي حاجة جديده في حياته قرأ ما يمكنش قلو لنا الصراحة قلو لنا شنو كينفه الدعم الجماعي المباشر علش حيتل لناس الدعم علشنو السبب الحقيقي حل بحل حالة بحالة بس الناس يلسى حوي طمأنه اذن ما فهمش مليك نشوف الخضراء 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 رجعت كتهبط وطلع بدوني اجراء هزدي الحكومة رجعت كتبس أسباب خارجية نيجي دول تغلق الحدود ديالها الخضر ديالنا الخضر ديالنا كتتضفق في المغرب وكيهب التامن مليك اجي الدول أخرى عطينا كتفتح حدود ديالها وتقول لهم يلا ستوردو كم دوعة تلك يجلو وصفتو الخضر وبقى السوق ديالنا المغربية ما فيه تاشي حاجة ايه واشنو هاتش هذا يعني واش ماشي حال الوقت محدنا في في نصف الولاية باش نعيدو النظار في طريقة العمل ديالنا ونشوفوه اشنو هي الامور التي يخصنا نعيدو في هالنظار باش على الاقل نتدهركو ونصلحوه ما يتصلح ونكملو هاد العامين ونصف بهاد الاحساس باننا راحنا حققنا بزا بذي الامور ولا كيف النتجة وفي الواقع را كين تناقض كبير ما بين ما يقال كحاصيلة وما نراه في الواقع ما نعيشه رخصنا يكون هناك تناسق بين ما يحس به المواطن ما يعيشه يوميا المواطن وما تقولو الحكومة وبالتالي غادي يكون هناك ارتياح وغادي انخرط الانسان في موعد المشاريع السياسية ويفرح وستمرو ليد في ليد ولكن بهذا العناصر صعب جدا صعب جدا مهم تالي هناك نكون وصلنا نهاية الفيديو اللي اعجبك الفيديو خليه لايك ونالعراء ديرك في الكمونتر تالله اللي اعجبك الفيديو خليه لايك ونالعراء ديرك في الواقع